إذن نرحب بضيفين السيد محمود خوشناو عضو حزب الاتحاد الوطن الكردستان والسيد علاء شوان الخبير القانون أهلا بكما ضيفين كريمين أبدأ معك سيد خوشناو يعني الحديث يدور حول الإعلان عن قائمة ضم 25 مرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية وأيضا الأنباء تتحدث عن أن توفق الكرد اكتمل حول مرشح رئيس الجمهورية المقبل بل وتم اجتياز مرحلة التوافق بهذا الشأن ولكن في المحصلة من هو الأوفر حظا للحصول على منصب رئيس الجمهورية العراقية المقبل الدكتور برهم صالح أم السيد هوشير زيباري تفضل حضرتك مساكم الله ومشاهديكم والضيف العزيز بكل خير يقينا الاتحاد الوطن الكردستاني يرى بأن الرئاسة الجمهورية مؤسسة دستورية مهمة ويجب على من يترأس العراق يجب أن يكون منصفا نزيها مستقيما لديه علاقات وطيدة مع المجتمع الدولي والدول الإقليمية ولديه بعد أفق بما يتعلق بمستقبل العراق على المستوى السياسي الاقتصادي الأمني من هذا المنطلق رأينا بأن أمثل شخص لأرفع منصب هو السيد ورهم صالح اعتقادا جازمين في بعض الأحيان وأكثر الأحيان بأنه استطاع أن يدير هذه المؤسسة ولربما أيضا رئاسته لمجلس الوزراء في إقليم كردستان وأيضا المناصب التي تولاها في الدولة الاتحادية الذي اشتهر وراد أن يكون في منصبه مستقيما نزيها هذه المعطيات وهذه المؤشرات وهذه الصفات فرضت على الاتحاد الوطن الكردستاني وقوة أخرى سياسية داخل إقليم كردستان وخارج إقليم كردستان أن يكون السيد برهم صالح رئيسا عراق للدورة القادمة من هذا المنطلق نحن نقيم الدور الكبير للسيد برهم صالح ونرى بأن على الإخوة السياسيين وفق الفضاء الوطني الإرادة الوطنية البرلمانيين قادة الكتل البرلمانية يجب أن تنصاع إلى الإرادة الوطنية التي تسير الآن وفق هذه المرحلة الجديدة نحو الإصلاح لذلك الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا يأتي إلا بأشخاص كفوئين نزيهين يستطيعون أن يذهبوا بهذه المؤسسة أن يذهبوا بها وأن تتناغم هذه المؤسسة مع الرئاسات الأخرى مع مطالب الشعبية والجماهيرية وأيضا إرادة النواب ومطالبهم لأننا نرى بأن أهداف الانتخابات المبكرة يجب أن تتحقق ونقولها دائما بأن الحكومة العراقية المقبلة هي حكومة إنقاذ منتخبة هذه الحكومة يجب أن تنقذ النظام السياسي وتنقذ المواطن من الحالة الاقتصادية المزرية التي يمر بها وهذه بالمناسبة عيد وأكررها بأنها لا تأتي إلا بأدوات نستطيع أن نحقق من خلالها هذه الأهداف وأحد هذه الأدوات برؤية الاتحاد برؤية المتابعين برؤية النخبة الأكاديمية السياسية البرلمانيين من جميع القوى قادة الكتل نرى بأن هذا الأدات كما قلت يقينا بأنه السيد برهم صالح لذلك التعويل دائما نسأل على ماذا تعولون كإتحاد وطني وعلى ماذا يعول الرئيس برهم صالح نعم التعويل الأول والأخير هو الفضاء الوطني العرف السياسي بأن المنصب هو للكرد ليس لدينا مانع الكرد جزء أساسي من الدولة الاتحادية ويقليم كردسان كيان دستوري ولكن لا يجوز أن يكون المنصب حكرا على مكون نعم نريد أن نكسر هذه الثقافة مع إبقاء التوازنات السياسية يجب أن يكون رئيس الجمهورية ممثلا لجميع العراقين ممثلا لمطالب جميع العراقين يجب أن يكون الوجه الإيجابي والأمثل للدولة العراقية أماما في المحافلة الدولية طيب أستاذ محمود نرحب بك ثانيتا ونرحب بالأستاذ على شون أستاذ محمود إذن أنت ترى أن سيد برهم صالح هو الأفضل والأوفر حظا لتولي رئاسة جمهورية في ضوء ما أشرت إلي هذا ما دعا خمسة نواب بينهم ثلاثة نواب من التحالف من 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 الاتحاد الوطني الكردساني ما دعاه إلى يعني رفع دعاوة قضائية ضد ترشيح هوشيار زيباري لتولي منصب رئاسة جمهورية بحجة أن الرجل أي زيباري لا يمتلك الشروط الدستورية لا تتوفر فيه شروط الدستورية لتولي هذا المنصب هل فعلا سيد زيباري لا تتوفر فيه شروط الدستورية لتولي هذا المنصب يعني صراحة أولا نحن نتكلم عن الفضاء الوطني ثانيا نؤمن إيمانا مطلقا بالقضاء العراقي ولدينا قناعة تامة بأن القضاء العراقي لا يميل جهة على جهة أخرى وتريثنا والحضور الفاعل والإيمان بالقضاء العراقي هو الذي دفع السيد برهام صالح حتى إلى تفسير من المحكمة الاتحادية حول المادة 70 من الدستور والجلسة جلسة اتخاب الرئيس باعتبار حتى نقطع الشك باليقين بما يتعلق بسجالات السياسية أما ما يتعلق بملفات الفساد نعم هناك عدة دعوات ليس من الاتحاد هناك دعوات جماهيرية هناك دعوات شعبية منظمات مجتمع مدني قوى سياسية لربما لم تعلن لربما ستعلن غدا لربما في الجلسة لربما بعد الجلسة لكن نعتقد بأن القضاء العراقي هو الحاسم والمحكمة الاتحادية ستبقى قراراتها باتة وقطعية وملزمة ومن هذا المنطلق ننتظر قضاء العراقي ولكن التعوين ليس على هذا صراحة يعني السيد برهام صالح لا يعول على هذا الجانب بقدر ما يعول على الفضاء الوطني بقدر ما يعول على إرادة قادة الكتل السياسية ويعول على إرادة النواب الوطنيين من الكتل بدءا بالتيار الصدري وسماحة السيد الصدر ومرورا بقادة الإطار التنسيقي وبما يمتلكون من رؤية جديدة لمستقبل العراق بإنقاذ المواطن وانتهاءا بالممثل السياسي السني وحتى قوى كردستانية كالجماعة العدل الكردستانية اتحاد الإسلامي إضافة إلى ذلك المستقلين الوطنيين الذين يمثلوا في ملسى النواب العراقي هذه الإرادة حاضرة حتى في الدورة السابقة ولكن الآن لأن الوضع السياسي العراقي يختلف لذلك التعويل بمسارين إيماننا بالقضاء العراقي إضافة إلى ذلك الفضاء الوطني السيد برهام صالح لديه رؤية بمستقبل العراق صراحة رؤيته تتلاقى وتتوافق مع رؤية المصلحين كما أسلفت يعني رؤية الإصلاح الذي رفعه قادة الكتل السياسية وكما أسلفت سماحة السيد الصدر وقادة قوى الإطار والأخوة الآخرين هذه الرؤية المشتركة التي يتمتع بها السيد برهام صالح أن يكون الأوفر حظا للذهاب إلى قصر السلام مرة أخرى إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول بأن الفضاء الوطني الآن يتمتع بنوع من الحياة على عكس ما يقال هنا وهناك والترويج الخاطئ الذي نسمعه من بعض الأخوة في التيارات السياسية حق يراده منه باطل في بعض الأحيان ولكن نحن نبقى في مواقفنا الوطنية كإتحاد وطني كورسان وهي سيبقى برهام صالح في مواقفه الوطنية بأن لا يصطف ويتخندق داخل العراق باعتبار التوازنات السياسية الاستقرار السياسي داخل المكونات الأساسية الكردية السنية الشيعية التركمانية الكلدو آشورية الأرمانية الشبكية يجب أن تبقى لأن نقطة قوة العراق هذا الفسي فساء نقطة قوة العراق هو الاستقرار داخل هذه المكونات بعيدا عن قضية المحاصصة السياسية المقيتة بعيدا عن قضية الفساد يجب أن نكون رأس الربح في محاربة الفساد دعني أتواجه بسؤال للسيد علاء سيد علاء إذ ما أردنا الحديث عن قرار أغلبية ثلثي المجموعة المحكمة الاتحادية وبعد تحديدها النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعني أقرت هذا وبطلب من رئيس الجمهورية سيد برهم صالح ولكن برأيك هل سيتزم الحاضرون بهذا القرار وأيضا نواد أن تفصلنا ما هي هذا القرار نعم مساء الخير عليكم وعلى الضيف الكريم وعلى المشاهدين الكرام اليوم قرار المحكمة الاتحادية طبعا قرار مهم جدا يبين خارطة الطريق للأحداث التي ستتم أو المتسارعة وبالتالي القرار حمل التفسير من خلال التفسير تقدم برئيس الجمهورية وهذه من صلاحية المحكمة الاتحادية وصدرت قرارها اليوم بالدعوة رقم 16 وهذا القرار طبعا باته ملزم وغير قابل للطعن به التفسير كان حول عدد الأعضاء اللي يتم بهم انتخاب رئيس الجمهورية وبينتها قرار المحكمة حسب تفسير الدستور العراق لسنة 2005 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية بينت أنه يتم الانتخاب بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب يعني عندنا بهذه الحالة لازم ثلثي الأعضاء مجلس النواب يكونون حاضرين ومصوتين إلى الانتخاب رئيس الجمهورية هذا أولا ثانيا بينت أيضا في شق ثاني النصاب حتى تتحقق بالجلسة مع المجلس النواب وبينت أنه لازم أيضا يكون هناك ثلثين عدد الأعضاء لازم أيضا يكونون فبهذه الحالة إحنا هنا يكون عندنا يعني رح نصل إلى مرحلة أعتقد أولا أنه العدد لازم يكون موجود وبهذه الحالة شون رح نجبر الأعضاء على الحضور هنا هذا رح يتعلق في موضوع النظام الداخلي وموضوع السلوك قواعد السلوك اللي لازم تتبع يعني ممكن اللي يريد يفشل الموضوع ما يحضر للانتخاب بعذر أو غير عذر يعني يتغيب بعذر أو غير عذر وهنا بهذه الحالة لازم يتم المحاسب عليه هو مهم موضوع معين أو كذا بس حتى يفشل الجلسة فهنا نقدر نسميه الثلث المعطل للانتخاب المساعدة المهارية على ذكر الثلث المعطل أستاذ علاء يعني رد الدعوة من جانب المحكمة الاتحادية التي أقامها للإطار التنسيقي حول الكتلة الأكبر وأصبحت الآن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر هل هذا يعني الثلث المعطل الذي كان يتشدق بالإطار التنسيقي أصبح الآن في مهب الريح؟ نعم اليوم أيضا صدر القرار بهذه الدعوة بالعدد سبعة اتحادية ورد الدعوة الخاصة بالموضوع الكتلة الأكبر وبيّن موضوع الكتلة الأكبر وأصلا اليوم أيضا توجه جديد من المحكمة الاتحادية بإرساء مبدأ تصريح مبدأ تصريح يعني خيار جديد بيّنت به اليوم أنه ما هي الكتلة الأكبر أو الأكثر عددا وكيفية تشكيلها وأمطة آلية جديدة بحيث سمحت إلى أنه يتم تشكيل الكتلة الأكثر عددا أو الأكبر ما دام لم يتم تحديدها من قبل رئاسة مجلس النواب وأنه في أي وقت ممكن التجاذبات السياسية تم بين الكتل وبين المستقلين ويعلنون عن هذه الكتلة فنرجع على موضوع الخيار بالكتلة الأكبر التي كانت بالجلسة السابقة وعليا الخلاف واليوم ردت الدعوة بها وبينت بأنه قاد ما دام لم يتم تحديد هذه الكتلة من قبل رئاسة مجلس النواب فإنه مفتوح الوقت إلى أن يتم إعلانها من قبل رئاسة مجلس النواب وبالتالي بعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر عددا والتي تم تسميتها حسب الطلب المقدم من رئيس الكتلة إلى رئاسة مجلس النواب حتى يكلفها رئاسة الجمهورية يعني أيضا هذا خلي نقول طريق ثاني إلى موضوع الكتلة الأكبر تحدد اليوم عن طريق القرارة التي صدر المحكمة الاتحادية نعم سيد خوشنا ما هو معلوم أنه سيتم الانتخاب خلال موعد أقصى هو الثامن من شباط الحالي ولكن ما مدى حقيقة اجتماع الحزبين الكرديان الاتحاد والديمقراطي لربما لسحب ترشيح الدكتور برهام صالح وزيباري واعتماد ترشيح لطيف رشيد والقاضي رزقار هل هذا حقيقي؟ يعني صراحة نحن نرى هناك تصريحات هنا وهناك في بعض الأوقات تكون مثيرة للشفقة من قبل بعض النواب المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكردساني بما يتعلق بتقديم السيد برهام صالح تفسيرا للمادة السبعين قبل أذهب إلى اجتماع الاتحاد والديمقراطي يعني صراحة نعتقد بأن السيد برهام صالح ما زال رئيسا للجمهورية لذلك صلاحياته ومسؤولياته يجب أن تكون واضحة يجب أن يقطع الشك باليقيم بما يتعلق بسجالات السياسية والقانونية والتفسيرات جانبية بعد المحكمة الاتحادية المسار القانوني والقضاء للمحكمة الاتحادية يجب أن تؤسس بأقضائية إيجابية ويجب أن تطمئن المواطن العراقي وتطمئن القوى السياسية العراقية بمهامها أن لا يكون هناك التفاف حول الدستور والقانون لذلك إضافة إلى أن السيد برهام صالح هو مرشحا لا ننسى بأنه لحد هذه اللحظة ورئيسا للجمهورية ويتمتع بمسؤوليات أمام الشعب العراقي لذلك هذه أحد يعني نستطيع أن نقول الخطوات الإيجابية للسيد برهام صالح عندما يذهب قبيل الانتخابات الرئيس أن يقوم بمهاب رئاسية أيضا ويقوم بمزاولة أموره الرئاسية وواجباته الاتحاد والديمقراطي صراحة الاجتماع القيادي المجلس القيادة الاتحادة حسم قضية السيد برهام صالح يعني هذا الأمر انتهى مرشح الاتحاد ومرشح القوى الكردية ما عدا الحزب الديمقراطي الكرداني هو السيد برهام صالح وأيضا إضافة إلى ذلك نحن ما زالت أبوابنا مفتوحة أمام الجميع ونحن نتمنى أن تكون هناك مبادرات من الحزب الديمقراطي الكردستاني كالتي قام بها للقوى السياسية الشيعية أن يدعم المرشح الاتحاد والتنال الكردستاني لإبقاء التوازنات السياسية في إقليم كردستان هذا هو رؤيتنا وهذا ما نطمح عليه نحن داخل الفضاء الكردستاني وداخل الفضاء العراقي أستاذ علاء كيف تعلقون على بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية باعتبار الكتلة الأكبر هي الكتلة الصدرية صارت هي الكتلة الأكبر ولكن هنا تلاف دولة القانون قال أن هذا القرار سيدفع القوى السياسية الأخرى لإجراء مفاوضة جديدة لتحديد الكتلة الأكبر كيف تعلقون على ما جاء صراحة قطع الصوت عندي يعني ماذا أسمع تسمعني الآن سيد علاء الآن أسمعك تفضل بعد قرار المحكمة الاتحادية متحديد الكتلة الأكبر اتلاف دولة القانون قال أن هذا القرار سيدفع القوى السياسية الأخرى لعقد مفاوضات جديدة لتشكيل الكتلة الأكبر هل فعلا بإمكان اتلاف دولة القانون أن يشكل الكتلة الأكبر بعد قرار المحكمة الاتحادية يعني مثل ما قلت لك قبل شوية اليوم قرار المحكمة الاتحادية كان صريح وواضح ومفسر لكل هذه التسائلات من خلال أنه بما أنه يعني نصا بما أنه لحد الآن رئاسة البرلمان لم تعلن عن تشكيل الكتلة الأكبر أو الأكثر عددا فيمكن أن تتم يسمح أو تتم أو تكون هناك صلاحية لكل الكتل والأعضاء المستقلين بأن يدخلوا في تحالفات جديدة وبالتالي تتكون الكتلة الأكبر التي تقدم من خلال رئيس الكتلة تقدم الطلب إلى رئاسة البرلمان التي هي بالتالي تحدد الكتلة الأكبر والأكثر عددا والتي يتم على ضوءها بعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية التي يكلفها بالتشكيل مجلس الوزراء هنا هذا ليش نصار بالموضوع أكثر من تسائل السبب أنه قدمت هذه الطلبات بالجلسة السابقة إلى رئيس السن وبعدها صار الأحداث التي صارت وإذن صدرت المحكمة قراراتها بها فهنا أنه اليوم على رئيس رئاسة البرلمان أن تحدد الكتلة الأكبر فإذا قدم طلب جديد يعني اليوم هذا الإدعاء الذي يمكن تدعي به حضرتك إذا تقدم من الأطار التنسيقي أنا لم أتعي به وإنما كلاب دولة الطانون هو الذي يقول هكذا لا لا عفوا 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 أقصد الطرح النقل هذا الموضوع إذا تم بقائمة وهذه القائمة بها وحددتها أيضا المحكمة بالقرار والها طبعا القائمة تحدد بالأسماء والتواقيع التي تقدم إلى رئاسة البرلمان فإذا قدمت قائمة اليوم بتحالف جديد يضم أعضاء سابقين دخلوا بتحالف جديد هذا التحالف الذي سيحتمد به أعضاء الأكثر فإذا وصل الأطار التنسيقي إلى هذا الموضوع وإلى هذه التحالفات وإلى هذه القائمة الأكثر أو الأكبر عددا فممكن يقدمها إلى رئاسة البرلمان اللي التالي هي بعتها لتحدد الكتلة الأكبر أما إذا لم تقدمت غير القائمة التي قدمت سابقا إلى رئاسة البرلمان فهي اللي راح تعتمد وبما أنه الكتلة الصدرية فهي الكتلة الصدرية راح تعتمد هنا عدنا أيضا أكو موضوع اللي خلي نقول التوافقات أو الطريقة المفاوضات الجديدة اللي راح تتبع أعتقد اليوم قرار المحكمة كان قرار يعني حدي وكان قرار يتبع أنه تكون هناك أكو توافقات وأكو هناك مفاوضات جديدة لأنه اليوم لازم يكون الحضور لجلسة البرلمان ثلثين عدد الأعضاء أولا الثلثين حتى التسويت وبالتالي الثلثين حتى النصاب يتحقق فهذا الموضوع راح يكون صعب إلا إذا ما وصل إلى هذا العدد بعتها بالفقرة الثانية من المادة 70 تقول إنه إذا ما وصل راح نوصل إلى إذا ما حقق أي من المرشحين نعم وضحت الصورة سيد علانا أود أن نشكركما على انضماميكما معنا اليوم السيد علاء شون الخبير القانون والسيد محمود خوشناو عضو حزب الاتحاد الوطن الكردستاني شكرا لجنابكم الكريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر